السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الحجد الشعبي قروضا تصل قيمتها الى 30 مليون دينار عراقي من مصرف التجاري تي بي آي وقال المسوي في بيان سعينا من خلال المصارف الحكومية لكي نضمن قروض ضمن القانون الى ابطال الحجد الشعبي واليوم استحصلنا موافقة من المصرف التجاري بهذا الشأن مبينا ان القروض ستكون بواقع 25 و 30 مليون دينار عراقي وضافة ساهمنا في هيئة الاستثمار بشأن المشروع السكني لقوى الامن الداخلي في محيط مطار بغداد رغم الزوبعة الاعلامية ومحاولات ايقاف المشروع لاعتبارات عدة وسنسعى لاستحصال الحق الشرعي لابطالنا في الحجد الشعبي اسوة بمنتسبي الدفاع والداخلية